سلاني الله عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تحول اي كتابة عندك او اي تكست لمقطع صوتي بأصوات مختلفة وبنبرة أصوات مختلفة وكمان هتقدر تحدد المشاعر في الكلام زي الصوت اللي انتو بتسمعوه حالا دلوقتي ده معمول بالذكاء الاصطناعي ومعمول بنبرة هادية وبطيقة وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة بس كالعادة لو الفيديو عجبكو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس ويلا بينا عالشرح يا شباب دلوقتي اهم الميزة فيه انه هو مجانا بالكامل وبيحتاجش منك تسجيل ولا بيحتاج منك اي حاجة خالص بايب انتو طبعا لو خدتوا بالكم في اول الفيديو خالص الصوت اللي كان موجود ده ده كان صوت بالذكاء الاصطناعي ده تيكست انا كتبته وطلع معنا بالذكاء الاصطناعي بايب تعالى كده مسلا نجرب بقى ايه حاجة تانية كده لو قدنا مسلا قلنا هنا خدنا مسلا قلنا له والله كل عام وانتم بخير ومثبت شهر رمضان الكريم لو انا الكلام ده عايز اعمله هنا بقى عندك انواع كتيرة جدا من الفايب من الفايب يعني التقاط زي بيقولوا كده يا جماعة انت عندك مسلا حاجة زي دراماتيك دي مسلا اللي هو حاجة يا حازينة يعني مش عارف هنا في مسلا بقى بنت تيتشار دي مدارس حاجة معاش بصلاحة رجمتها ايه الانجليزي هنا مسلا شكل اللي هو الروبوت اه هنا فرند لي تكلم بشكل ودود يعني مسلا نجرب فرند لي هنا دي كده ودي كلها اصوات انت ممكن تختار منها فهنا افترض مسلا خلينا على كارول دي وعلى فرند لي هنا كده طيب نقوله مسلا هنا كده بليه كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم زي ما انتم شايفين يا جماعة هو قالها هنا هو طبعا خدوا بالكوا كمان انت كل ضغطت بليه هنا هتلاقيه بيقولها بشكل بختلف يعني لو جاردنا تاني كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم وصلت لكم جماعة طبعا ممكن تختاروا اي اصوات تانية هنا مثلا السودة مثلا قوله هنا بليه كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم طيب انا هنا عمي شيتو مسموح لي ان انا اكتب لحد دي كم حرف مسموح لك لحد ما تكتب 999 حرف يعني 1000 الا واحد قلت لابن 1000 حرف يعني فانت لو عندك بقى مثلا مقال كبير او حاجة فانت ممكن تقسمه على اجزاء دي معلومة هم جدا ان انت هنا لك انك تحط لحد 999 حرف الحاجة التانية كاملا الجميلة بقى في الموضوع هنا ان انت ممكن تحط له انت المشاعر اللي عايزوا يتكلم بيها يعني هنفترض بس ان هنجيب كارول دي هنا كده وهنيجي هنا هنعمل كنترول ايه وهنفسح كل الكلام ده وهنقول لها والله مثلا هنا كده تحدث بنبرة كلها مرح وسعادة وتفاول ونجرب كده مع بعض نسمع وشوفوا الدنيا تبقى عاملة ازاي نعمل بليه كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم واخدين بالكوا جماعة بقت النبرة فيها زي سعادة او كده حاجة الحلوة كمان في الموضوع ان انت ممكن تحدد له اللهجة يعني انت ممكن تقول له هنا مثلا والله اعمل هالي باللهجة المصرية وتقول له هنا بليه كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم واخدين بالكوا جماعة الموضوع اختلف ازاي ممكن تقول له مثلا باللهجة العراقية مثلا نجرب نقول له مثلا بليه كل عام وانتم خير بمناسبة شهر رمضان الكريم كل عام وإنتم خير بمناسبة شهر رمضان الكريم تحدث لي بشكل مثلا غاضب بشكل فيه سخرية نجرب حاجة تانية مثلا كده ريب أنا هناك هتبتوله هو اللي مش هيعمل لايك وكومنت على الفيديو ده هنحط السيخ المحمي فيه صرصور ودنه وهقول له مثلا والله اعملي الكلام ده يعني نبرة كلها مثلا ايه زي يعني تحدي كده وشره فأنا هقول له مثلا الله هنا كده وهقول له طبعا هنا باللهجة المصري هقول له هنا تحدث بنبرة هادئة وبها تحدي ورعب وتوعد وكون بوضع دحكة شريرة في الاخر وتعالي كده نشوف هيعمل الموضوع ده ازاي نختار مثلا ايه ممكن مثلا نختار اللي هو فيه بلده مثلا اللي مش هيعمل لايك وكومنت على الفيديو ده هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنه شايفين يا جماعة بصراحة الموضوع جميل تحس ان هو بقى فيه مشاعر في الموضوع ده ممكن برضو يعني ممكن بقى تحط اي حاجة انت عايزها فاهمين يا جماعة الفكرة ممكن نغير مثلا نختار كارول دي مثلا ونجرب هنا كده اللي مش هيعمل لايك وكومنت على الفيديو ده هنحط السيخ المحمي في صرصور ودنه تحس ان الموضوع شايفين يا جماعة الدحكة اللي في الاخر دي كمان تحس ان الموضوع فيه تحدي او فيه وعيد صراحة بالنسبة ممتاز جدا لو انت واحد يعني بتستخدم في شغلك فكرة ان انت حط تيكست وعايزه يطلع معاك بصوت والكلام ده كله فالموضوع ده هيبقى ممتاز جدا فبس هيبدأك على شرح النهاردة او موضوع النهاردة كالعادة يعني لو الفيديو عربك ما تبخلش على بلايك كومنتري ما ازاي كده اشترك في قناة انت مش مشترك في الزر الجرس وبس كده يا شباب سلام